اشتركوا في القناة دعوة للاستنارة بآراء أصحاب الاختصاص والمشورة وأهل الخبرة دعوة للتشاور دعوة للحكمة ودعوة إلى الإطمئنان إلى القرار مشاهدين الكرام التوكيل هو عقد تفويض وإنابة من شخص لآخر ولكن البعض وبحسن نية يقعون في مشاكل بسبب هذا التوكيل أو ذاك إما لأنه وثق في من لا ثقة فيه أو لأنه وقع على التوكيل دون أن يقرأ بدونه وتفاصيله في هذه الحلقة نحاول إجابة على بعض الأسئلة الهامة حول كيفية حماية الموكل من استغلال الوكالة أو الموكل من استغلال هذه الوكالة ومطامع الوكيل أم وجدت كما سنتعرف على رأي القانون في مثل هذا النوع من النزاعات والمشاكل التي تنشأ بسبب التوكيل ودعوني في بداية هذه الحلقة أرحب بضيوفي الكرام باسمكم جميعا نرحب ابتداء بسعادة الأستاذ جاسم النقبي المحامي والمستشار القانوني وعضو المجلس الوطني الاتحادي حياك الله أستاذ جاسم يا أهلا وسهلا مرحبا سهلا وتشرفنا في هذا الحوار وهذا المنبر ما خابه من استشار وإن شاء الله أي استشارة ستصل سنجيب بما تعلمناه من قانون وما من خبرات موجودة قانونية إن شاء الله ستكون رهنكم ورهن أسألتكم شكرا أستاذ جاسم وأنت دائما ما تقصر سواء في هذا البرنامج أو في غيره من البرامج ويعني بصمتك واضحة كذلك من خلال مجلس الوطني يتمنى لك التوفيق في جميع عمالك شكرا شكرا وتشرف أن أكون معكم بارك الله فيك أيضا مشاهدين نرحب بالأستاذة كوثر إبراهيم محمد المحامية والمستشار القانوني سيدة كوثر أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا مرحبا أستاذ الله يحييك يا مرحبا كلكم خير وبركة ونتشرف أكيد بما ستذكران معلومات لكن قبل لا نبدأ دعونا نشاهد تقرير سريع ونستمع إلى ما فيه ثم نعود نشاهد التقرير التوكيل شكل من أشكال العلاقة بين البشر وهو تفويض أو إنابة شخص آخر للقيام نيابة عن الموكل بالتصرف في مسائل أو مواقف معينة وبصفة رسمية كبيع أو تأجير عقار أو رفع دعوة قضائية أما لعدم توفر الوقت أو عدم القدرة على الشخص على التواجد بنفسه لسفره أو مرضه مثلا فيقوم بإسناد هذه المهمة لشخص آخر يتوسم فيه الثقة ويوقع له توكيلا لينوب عنه في إتمام العمل المطلوب فقد يمنحه توكيلا بصلاحية التصرف بأمواله المنقولة أو الثابتة وربما يصل الأمر للزواج أو الطلاق أو توكيل محام لرفع قضية أو الدفاع عنه في المحكمة والتوكيل نوعا توكيل عام يخول الشخص الموكل له بتنفيذ جميع أنواع المعاملات نيابة عن الموكل وتوكيل خاص يخول الموكل له بتنفيذ أنواع معينة من المعاملات تذكر صراحة وعلى سبيل الحصر هذا بالإضافة إلى توكيل القضايا التي يقوم بها الموكل للمحامي أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام ضيوفي الكرام دعونا نتفق على نقطة قبل أن نبدأ في الحوار برنامجنا هذا هو بعنوان ما خابه من استشار ونسعى ونشتهد في هذا البرنامج أن يكون التوجه التوعوي هو ما يسود هذا البرنامج أكثر من التطرق لبعض بنود القوانين بشكل علمي بحت البرنامج التوعوي تثقيفي بالدرجة الأولى نتفق على هذه النقطة إن شاء الله إذا احتجنا أن نتطرق لبعض بنود القوانين بالتأكيد سنتطرق عليها نعم شي رائع أن يكون هناك برنامج توعوي قانوني لأن القانون ممكن يكون صعب في ذاته صحيح ولما يكون هناك برنامج توعوي بصيغة أو بصفة تأخذ طابع قانوني بيكون شجمين لأنك إذا تعطي فقط بالقانون الناس مرات في القانون نحن نقول القانون يعني أعمى ولكن من هو بصر وبصيرة القانون القضاء أعوان القضاء المحامنين يقولون أن القانون بلا روح وما روح القانون روح القانون في جميع من النصوص الذي يكره القانون في تخفيف وفي عفو عن عقوبة لذلك نحن نبحث عن الشيء التوعوي الاجتماعي في القانون إذن هذا هو هدف البرنامج نحن معاكم إذا ما رأيك أن نبدأ بك سيد جاسم والسؤال أول وجه لك أعتقد منه الواجب أن نعرف التوكيل أو الوكالة أو التعريفات المهمة في هذا الموضوع يجب أن نفتتح بها موضوعنا فما هو التعريف في رأيك سيد جاسم؟ من وجهة نظري أنا ما بعطيك التعريف اللي هي القانونية البحثة أو الصرف ولكن من وجهة نظري التوكيل هو أن تضع شخص مكان آخر ومقام آخر مقام النفس تصرف بكافة الأمور التي ترغب أن تقوم بها أنت ولكن عن طريق شخص آخر ومثل ما قلنا التوكيل إنما يكون عام ومطلق أن تجعله يقوم مقام النفس يكون تصرف قانوني أو غيره أو يكون تحدد له الشيء اللي أنت تريد أن يقوم فيه مقامك فهذا هو التوكيل أن يقوم شخص مكان آخر مكان الأصيل أنا الأصيل أريد أن أعمل شيء معين أنا ما أقدر للسبب ولظرف أو كل شخص آخر أو لعائق أو لأيسر لأسباب لظروف معينة هي إعطاء الصلاحية لشخص آخر للقيام مقام النفس مقام النفس جميل هذا هو شيء أنا أريد أن تفصلي بعد قيل الفرق ما بين الخاص والعام إذا ممكن لكن أتوجه بالسؤال سادة كوثر هذا تعريف العقد بشكل عام أو عفواً تعريف التوكيل بشكل عام في رأيك كذلك هل هناك شروط معينة يجب أن تتسم بهذا التوكيل حتى يكون توكيل صحيح؟ نعم هناك شروط معينة أول شيء أن يكونون أشخاص مؤهلين للتوكيل يعني مثلا الذي يبينه يوكل شخص يجب أن يكون هو كامل للأهلية ويملك الأهلية التامة لأنه يوكل الشخص ما نقصد بكامل أهلية؟ يعني مثلا يكون عدل 21 سنة وهي الشروط القانونية التي يمكن أن يعتبر كشخص كامل للأهلية عدل 21 شخص يكون غير فاقد الأهلية مثلا لعاهة ما في العقل أو لأي مرض مثلا ما يكون في غيبوبة مثلا بالضبط فيكون يعني كامل الأهلية وشروط كامل الأهلية التي تكون بعد ما يعدل 21 سنة ويكون ما فيها عقلية مثلا أو دخل غيبوبة أو يعني يكون بكامل قواه العقلية أنا أحاول أني أسألكم بعض الأسلام باب التوفيق على المشاهد وأنه يكون يملك هذه التصرفات اللي بيوكل به الوكيل يعني مثلا أنا إذا ييت أوكلك أنت يا أستاذ أنك أنت تبيع عقار معين أنا لا توكني ببيع على طول لا معلم خلني أقول لك بتابع نعم باب",釫 Bleu فإذا كان هذا العقار أنا ما أملكه شخصيا كيف أنا أوكلك فيه فيجب أن يكون الشيء أو التصرف اللي أنا بأو في وكلكي يكون هذا التصرف أنا أملكه أصلا أملك التصرف فيه فأنا مثلا ما أقدر أوكلك أنت بيع الاستوديو هذا ممكن أوكلك شخص يعني بالتصرف بشيء على ما سيكون في المستقبل يمكن في المستقبل أنا أملك هذا الاستوديو فأوكل الأستاذة كوثرنا تبيعي عني ماذا مستقبل؟ إن شاء الله يصير يعني يصير أعمل وكالة مثل هذه؟ ممكن نعم نحن مثلا في وكالات التينة مثلا وكالات إرث تنصفي الوكالات أن ما سيقول إليه من الإرث أنا ما أعرف أنا كم بورث فأنا أوكل المحامي مثلا هذا أو أوكل الشخص مثلا خلّى وكالات المحاميين تكون شوية بعيدة أوكل الشخص هذا أن ينوب عني في استلام ما سيقول إليه الإرث يستلمى لنفسه يجوز نعم واضح واضح بغي تضيف على النقطة فرصة إضافة بسيطة مثل ما قالت أن يكون كامل أهلية وأن لا يكون الشخص هذا محجور عليه أمام الجهات القضائية إذا كان الشخص محجور عليه فهو تصرفاته في نفسه غير مقبولة فما يستطيع أن يوكل آخر ليقوم مكان نفسه لأنه بنفسه لا يستطيع أن يقوم بهذه التصرفات القانونية طيب أنا مرة ثانية أعتذر منكم أني سأستوقفكم قليلا عند بعض النقاط معاكم محجور عليه ليش يحجر عليه كيف ممكن الحجر عليه للسفة لعاهة في صارت لعاهة أثناء حياته لأمور كثيرة حدتها القانون الحجر أن يكون مثلاً أنا أقول لك السفة أن يكون الشخص هذا يتصرف في أمواله بأشياء تزيد عن الشخص العادي والطبيعي فأبناءه يقومون بالحجر عليه لكي لا يكون حفظ ماله حفظ ماله وحفظ نفسه سجاسم كنت أسألك سؤال الفرق ما بين الوكالة العامة والخاصة أنت بدأت في الحديث أنا قاطعتك فإذا ممكن الآن تفصل لي شوية الوكالة العامة مطلقة بجميع التصرفات القانونية التي تصرفها الشخص من بيع من هبة من جميع الأفعال والتصرفات القانونية التي تطيع أن تقوم فيها يقوم فيها الشخص آخر هذه هي كاملة هذا مسموح به؟ مسموح فيه ولكن الآن الكاتب العدل حتى الوكالة العامة يحاول يحط فيها كل الأشياء كل الأشياء يذكرها في الكاتب العدل مثلاً في إمارة دبي يضع كل شيء ويحطيه لك حتى في الوكالة العامة أنك أنت ما تستطيع تتصرف في بعض المنح يذكرها صراحة لأن وإن كانت وكالة عامة فما تستطيع التصرف في هذا الشيء لأن هذا الشيء غير قانوني المنحة قانوني لا يجلس تصرف بها فلا وكالة ولا غيرها تتكلم نعم فهم يذكرونها صريحة في هذه الأمور وخلنا نكون صريحين كذاك سيد جاسم في هذه النقطة لأن في كثير من الناس يتصرف بالمنحة بشكل غير قانوني فيعتقد بأن الوكالة تساعد حصل أرض منحة من الحكومة الحكومة تقول لك ما تبيحها ممنوع قال بالتوكيل بمشي فلا تتلاعب بالقانون على القانون هذه أسس لا تتلاعب بالقانون على القانون خلك في أمورك واضح الوكالة نرجع الوكالة الآن العامة أنا مرة ثانية في العامة أنا سألتك سؤال واضح مسموح يعني القانون أو القضاء أو المشرع يسمح بأن يقوم أي شخص كامل أهلية بتوكيل شخص أكالة عامة مطلقة يسمح يجوز أنت المالك لهذه التصرفات والقادر عليها والمتصرف فيها أنك تعطي شخص آخر فهذه حرية لك وتتحمل عواقبها لا يتم النظر لمن هو الموكل لازم يكون موكل لا لا أنا أقصد من قبل كاتب العدل لا لا ما ينظر منهم ما لهم علاقة ما لهم علاقة الشخص الثاني أن يكون كامل أهلية يستطيع أن تنقل له التصرفات القانونية لأنك أنت ما تقدر تعطي شخص يعني دون الأهلية اللازمة غير صغير في السن مجنون سفي لأن أصلا لو هو تصرف تصرف أنت سويت الوكالة وتصرف هو التصرف فالتصرفه أصلا غير مقبول قانونه فحتى بوكالتك ما تعطيك الحق بالتصرف وتقول لا أعطيته وكالة فصار الوكيل لازم هنا ننظر للشخص حتى الموكل والوكيل بينهم بين الطرف الوكالة الخاصة الوكالة الخاصة حددت القانون في أشياء معينة محصورة أنا أوكلك في بيع منزل أو أوكلك في شراء سيارة أوكلك حتى في توكيل زواج أو طلاق فهنا حددت الوكالة في هذا الأطر من الموضوع ممكن أن تحدد بمدة زمنية؟ تحدد بمدة زمنية الآن معظم الوكالات في أبو ظبي تحدد بمدة زمنية الوكالات للمحامل أننا مدة خمس سنوات بعدها مثلا تنتهي الوكالة أنا أوكلك أستاذ جاسم يبيع منزلي خلال ستة أشهر أيوة في شيء أصلا الوكالة الخاصة تنتهي بانتهاء الفعل أو العمل الموكل عليه أو إذا حددتها بمدة أوكلك أنك يعني مثلا أنت نقدر نقول أنت سمسار فرضا أنا عطيتك الوكالة أنك تبيع لي البيت لمدة ستة أشهر بعد ستة أشهر ما لك حق التصرف في الوكالة ولو جبت ورحت وابعت بعد ستة أشهر ممكن يكون في تزوير وممكن يكون إجراءات قانونية ضدك لذلك يجب أن تنتبه فترة الوكالة إذا كانت محددة ما هي الصلاحية للك وكثيرين ما يعرفون شو صلاحيتك أنت مجرد عطاني وكالة طيب سيد جاسم في سؤال مهم كذلك هل نستدل على الوكالة الخاصة أو الوكالة العامة من خلال العنوان أما خلال المضمون لا من المضمون من المضمون لأن أحيانا وكالة عامة وذكرت فيها أشياء معينة فما تستطيع أن تقول وكالة عامة لا قادمين وكالة عامة ماذكور فيها الأشياء المعينة ولكن ممكن تكتب وكالة عامة فيك وتذكر يحق للوكيل التصرف القانوني مقام الأصيل في كل ما يحق للوكيل التصرفي فخليتها عامة بعض الأسئلة هو المقصود منها و المراد منها أن نوصل رسالة لمن يتابعنا الآن انتبه أنه قد يمر عليك موقف مثل هذا نعم فانتبه بالصيغة المشكلة الجميع يأتي بالوكالة لا يقرأ مضمونها صحيح طيب هذا موضوع مهم نرجع لأستاذك أوثر كنت يذكرت لي أنا بس عفوا بضيفة على الأستاذ جاسم يعني هنا قبل ما ننسى نحن دائما كمحامين ننصح الناس عملوا وكالات خاصة أفضل لأنها أنت تعرف أنت يا شو تبغي من هذا الشخص اللي بتوكله أنا أبغي مثلا يبيع لي سيارة الفلانية فشو المانع أنك أنت تسوي له وكالة خاصة فقط للبيع لبيع السيارة الفلانية اللي رقمها كذا وكذا يعني تحدد فيها الصلاحيات اللي أنت تبغي تمنحها لك عشان ما يرجع لك باتشر ويصير هو يتعدى حدود الصلاحية أو أنك أنت حطيت له في الوكالة أشياء أكثر من اللي أنت تبغي منها فإحنا دائما ننصح الناس وننصح الموكلين ليونه الوكالات الخاصة أفضل 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 جميل كنت قد ذكرتي في التعريف وفي الشروط الشخص كامل الأهلية في أشخاص خرجوا من هذا الإطار وخرجوا من هذا التعريف اللي أعمارهم أقل وعرفتهم طيب هذلك عندهم معاملات عندهم أشياء محتاجة إلى من يقوم بها كيف مخرجهم؟ أولياءهم أنهم أولياء مثلا الطفل الصغير أو الصبي الصغير اللي ما بلغ العمر القانوني لا ولي وليه هو اللي يتصرف عنه يعني إحنا يوني مثلا قضايا أحداث الأحداث هو اللي يكون أقل عن 18 سنة فهذا ما يعني ما نقدر نسوي له وكالة مننا شخصيا إلنا إحنا ولية يعملنا وكالة وتنكتب في الوكالة فلان 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 بصفتي الولي للقاصر كذا 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 أو أكل المحامل الفلاني بأن ينوب عن سواء القاصر أو الحالات الأخرى اللي ذكرناها المعتوها بالضبط بالضبط أو اللي يكون مثلا في غيبوبة أيضا يعني أنا أذكر من كم من سنة شخص تم في الغيبوبة يمكن خمس ست سنين وعنده شركات ما شاء الله ما يعقل أن تقف كل هذه الأمور ففعلا هو عنده مدير يدير الشركة وعنده ناس يتابعون أمور الشركة لكن في بعض أمور مش قادرين عني خلصونها لكون الشخص هو راقد في المستشفى فعملوا حجر عليه وبصفتهم أبناءه أو ورثة يعني هو ما مات عشان قول ورثة أبناءه أو صياء عليه خذنا شيء اسمه وكالة منهم طيب فيه سؤال كذلك موجه لك الفرق ما بين التوكيل والتفويل بس أنا أحب أني أضيف في شيء في هذا الموضوع أنا سعيد بالإضافات هذه لأنها تثري الحوار لسبب أنه في في إمارة دبي أنا وجدتها في إمارة دبي أن شؤون القصر تتداخل وتتدخل في حالة بيع مال صغير وإن كان ولية موجودة يعني إذا أنت أب اشتريت لأبنك بفلوسك عقار وسجلت له عند البيع لابد أن تأخذ حكم من المحكمة وتدخل القصر لأنه هنا دائماً إضافة إضافة للصغير مسموح وجايد ولكن أنك أنت تتبيع أو كذا فهني تتدخل شؤون القصر لتبحث هل هذا لمصلحته من عدمه لاحظتها مرة أعتقد في الموضوع في إمارة دبي وأتمنى أنه يعني أنه يعمم هذا جميل ولكن يعمم بصورة أن لا تجعل الأمر معقد على الولي لأن مرات أنت تشتري أسهم بأسم ابنائك وتشتري فأنت الشخص اللي قمت بالشراء هذا الشي وأنت تشوف المصلحة العامة لطفلك ولأبنك في حدود معينة رقابة ممتازة ولكن أن ما تكون مضيقة بحدود لا ما تبيع ولا يعني تكون لماذا وليش وتسأل وتشوف عشان يكون في رقابة لأن بعض الأولياء في رقابة دون تعقيد لأن بعض الأولياء مثل ما قلت يكون هذا قد ورث من أم قد ورث من كذا ويتصرف فيها الولي بتصرف يضيع في حق هذا الشخص الطفل أو جميل قبل تقرير أنا سألتك السؤال الفرق ما بين التوكيل والتفويض التفويض هاي التوكيل مثل ما شرح الأستاذ سالم أنه عقد بين شخصين يخول الصلاحيات الممنوحة له وممكن يكون عام وممكن يكون خاص وهذا لازم يكون موثق لدى كاتب العدل عشان تعتمدى الجهات الرسمية أما التفويض أنا ممكن أفوضك أنت بموجب كتاب رسمي أذكر في بياناتي وبياناتك أنا فلانة 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 والتفويض هذا يكون موجه لجهة محددة يعني أحدد الجهة اللي أنا أبغي أفوضك فيها مثلا أفوض أنا المحامي ياك أوثر إبراهيم محمد يوسف الأستاذ حسن حسن يعقوب حسن يعقوب أنا أبغي أبيع فوضيني ووكليني تليوم لا أفوضك كيف شاء معي بأنك أنت تبيع لي السيارة الفلانية ورقمها كذا 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 وتخلص الإجراءات مثلا في غضون فترة محددة وهذا التفويض ما يشترط فيه أن يكون موثق لدى الجهات الرسمية هو تقريبا يشابه العقد التوكيل الخاص ولكن الفرق بينهم أن هذا ينتهي بمجرد انتهاء العمل أو أنا ممكن أحدد لجهة التوكيل الخاص يجب أن يكون موثق لدى الجهات الرسمية ونحن الجهة الرسمية المعتمدة في الدولة كلها كاتب العدل وتطلب التوكيل معظم الجهات تطلب التوكيل أما التفويض لا فالممكن أنا أفوض فوضت لكن هذا يعتمد على الجهة التي فيها المعاملة قد تقبل توكيل هل تقبل أو لا تقبل كثير من الجهات للأسف لا تقبل حتى التوكيل وتتحجج بأشياء واهية أنا حصلت معي أني فتحت حساب لزوجتي في أحد البنوك حلوم يكون المحامي عنده موضوع خاص يعني يعطينا تجربة حقيقية وعودة لها وأسحاب لها فمرة بغيت أغلق الحساب وستلم المبلغ عندي وكالة فرحت لمدير البنقة لأني أبغي أغلق الحساب وأسحب الفلوس قال لا ما يصير كيف ما يصير قال لا والله الشؤون القانونية وكذا قلت له اسمع أرسل رسالة بهذه الوكالة إلى الشؤون القانونية وأخبرهم عن عن صفتي وعني أنا جالس أنتظر خلال ربع ساعة لأن هذا تصرف أنت يمكن يحاسب عليه حتى البنك وقلت له قلت له هذه الوكالة صادرة من جهة حكومية فأنت ما تستطيع أن تمنع أن ترفض المهم ربع ساعة ونصف ساعة تفضل أستاذا قال لا خلاص وكيوها ليش أنت محامي قدرت عليه لكن أنا كمواطن بخير لو واحد يمكن ما عنده الدراية والعلم بأن هذا الإجراء اللي صار غير قانوني يمكن يطلع ويضيع عنا يوم ويضيع عنا جميل وضحة المسألة بس لنا عندي استطلاع رائع مهم سؤال سريع أو غير إجابة سريعة ممكن أن يكون التوكيل أو التفويض شفوي التوكيل شفوي مستحيل لأن كيف تثبته للغير لأن التوكيل هو يعني يجب أن يعرض على الطرف الآخر اللي بيقوم بالعمل ولا بتسجيل صوتي حتى التسجيل صوتي ما يمكن يعتمد طيب واضح جدا عندك تعليق على هذه النقطة لا أسجل صوتي أنا مفوض الأستاذ كوثر تخلص معاملتي في التنمية أستاذ إذا تبغي توكيل عشان تعتمد جهات رسمية في جهة رسمية تعتمد تسجيل صوتي أنا سألت سؤال قد يخطر هذا السؤال في ذهن صوتي مسموح لأن صوتي معروف نحن صوات طيب دعونا نشاهد هذا الاستطلاع السريع الذي أجريناه مع بعض الجمهور متى تقوم بعمل توكيل وفي أي ظرف نستمع الإجابات ثم نعلق عليها أعمل توكيل في حالة إن لو عندي بزنس أو كده وفي حد أن أنا ما عندي وقت أن أنا أقدر أخلصه ممكن أعمل توكيل لشخص بس الشخص يجب يكون ثقة أنا أقدر أعمل توكيل في حالة إذا كنت أنا موجود في ظرف قهري وظروف مش سامحة سواء ظروف الشخصية أو ظروف العمل إن أنا أقدر أنزل على مصر حاجة معينة فبقدر أختار حد من الأهل يكون مصدر موصوق وبعمله التوكيل وهو يروح يخلص الموضوع يعني زي ما أنا عايز يعني التوكيل دلوقتي مهم في حاجة طرقة ضرورية يعني أساسية لازم أن التوكيل لحده شخص مهم موصوق فيه بتبقى حاجة ما تقدرش في اللحظة يعني ممكن محتاجها في أسبوع لازم تكلم مثلا حد مهم في مصر تعمل له توكيل أخ أب خال يعني حد وثق فيه لأن التوكيل ده مش لأي حد يعني التوكيل نكون عنده ظروف ما فأنا مش ما أكون في البلد أو في مصر عمتن فلازم بعمل توكيل أخويا كبير أو والدي أو حدي ينوب عني أو يميسني بالدولة ببدأ التوكيل لأبوي بالنسبة لأي التطار إلس كان فيه إرث أو الحالات تطار كبيع كشراء هذا فالثق لأبوي طبعا ممكن أعمل توكيل زوجي إذا حتاج حتاج أنه عمله توكيل إذا كان مسافر أو كان في ظرف ما ما بقدر يوصل للورقة اللي بده إياه وممكن كمان لأخي لأنه عملت قبل هيك لأخي توكيل في موضوع إرث وما إرث وأكيد وثقة بأخي وزوجي أكتر أتنين أنا بعمل التوكيل لأقرب نسلية لزرف طارق بيكون لأخويا أو لولدي إذن مشاهدين الكرام مستمري معكم في هذا العنوان وفي هذه الحلقة المهمة حقيقة وفي هذا الحوار يعني مثرة لهذه اللحظة بالكثير من المعلومات والأمثلة والحقاق لكن واصل إعلاني قصير ثم نعود لمواصلة الحوار فبقوا معنا أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام في برنامج ماخابة من استشار التوكيل والوكالة هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم وكنا قد تحدثنا في الفترة الأولى والجزء الأول من الحلقة حول مواضيع كثيرة وجزئيات مهمة عندك تعليق على ما سمعنا من استطلاع رأي أنا بس عن نقطة بسيطة بضيفها شوية أن التوكيل وجد للتسهيل على الناس يعني مثلا شخص يكون موجود خارج الدولة وعنده أمور في الدولة أو عنده أمور خارج الدولة وهو مش قادر يوصل للمكان هذا فوجد وخلق التوكيل للتسهيل على الناس وتيسير أمورهم ومساعدتهم يعني بدون توكيل أنا ما أتخيل للشباب اللي استمعنا عليهم قبل قليل كل شغلة في جمهورية مصر وهو مقيم هنا فبدون توكيل تعطلت مصالحها طبعا فهي المصلحة الأولى يعني الغرض الأول والأساسي من التوكيل التسهيل والتيسير على الناس طيب سيد جاسم قبل أن أرجع للمحاور كذلك أنا أريد أن أسمع منك توجيه أو نصيحة في إطار معين قد نتحدث عن عن جزئيات مهمة شروط التوكيل وكيفية والتوثيق والانتباه ومش عارف من هذه الأمور إلا أن هذا لا يعني بأن تنعدم الثقة ما بين الناس بأن الأصل في الأمور أن الناس ثقات والثقة تعليقك حول هالنقطة جميل أن تكون هناك وأن يكون هناك ثقة متبادلة بين أشخاص ولكن يجب أن يكون هناك الحذر كل الحذر في بعض الأمور خصيصا التجارية أنا أتكلم عن واقعة حصلت ووقايع تحصل نحن في الأمور التجارية يجب نفرق بين أمرين بين الشركة ذات المسؤولية المحدودة وبين المؤسسة أولا المؤسسة أي يعني أي مديونية ترد عليها فهي ترد على الشخص نفسه لأنه كيان واحد يعتبر المؤسسة وأموالها وكذا يمكن الرجوع فيها على الشخص في ديونها في أي شيء على الشخص الطبيعي أما الشركة ذات مسؤولية محدودة فقط بأموال الشركة طيب إذن هذه نصيحة كذلك لمن المتابع يعني نعم أنا أقولهم لذلك أنا عندي واقعة حصلت أن شخص مواطن عنده مؤسسة جاء لأحد الوافدين وقال لحنا بنفتح مؤسسة من فترة تزيد عن 16 سنة أثناء ذلك كان يقوم بيعطيه بالأعضر الأشياء وكذا أول خمس سنوات وملتزم ويقوم بالعمل وكذا لين ما جاء في يوم وقال له نحن نحتاج إلى وكالة عشان نفتح حسابات ونقوم بعمل أشياء عطاه الوكالة هذا الشخص ذهب إلى البنك وحصل على قروض كبيرة وحصل على أموال وهرب خارج التولة على الرغم من مرور سنوات بشكل طبيعي وإعتيادي ومعطي أي مشافرات بعد 16 سنة جاني هذا الرجل يبكي البنك رافع عليه قضية وطالب عليه التنفيذ بحوالي 2 مليون ومبلغ 2 مليون وكسور نعم الرجل هذا كان يعمل عمل بسيط راتبه لا يتجاوز العشرة آلاف ولكن هذا قانون دفعنا بدفوع وأدينا أن يا جماعة هذا الشخص ليس هو المستفيد من المبالغ ليس هو المالك الحقيقي أو الفعلي ولكن هي يرجع عليه كونه مؤسسة فنبغي نبه الناس جماعة في المؤسسات أول شيء لا تعمل مؤسسة إلا إذا كنت تعمل فيها بشخصك لا تعطي أي شخص أي ثقة في مؤسسة لأنك أنت ما تنظر ولا تشرف عليها الشركات ذات من السؤولية المحدودة حتى وإن أعطيت المدير وكاله أن يقوم بعمل معين حتى فتح حسابات وأخذ قروض هنا القروض ترجع على الشركة وليس عليك شخصيا في ذات المسؤولية المحدودة محدودة يعني الغرور أني أنا أبغي أسوي أو المرات الشهامة أنا بسوي لأن هذا صديق من صديق الطفولة وكنا ندرس مع بعض والآن يستثمر يا أخي يستثمر يا عمر الشركة ليش يخليها باسمك مرات في يعني وقصة ثانية أو واقعة ثانية في بعض الشركات يقول لك لا بد أن يكون مالكة مواطن مؤسسة كتنظيم عقاري أو شركات عقارية هنين اللي يعمل فيها الأجنبي واللي يعني يقوم بالإجراءات الأجنبي يرجع على المواطن في كل أمور لذلك لا تجعل وكالة لا تعمل مؤسسة لأي شخص ثاني إذا كنت أنت ديرها في دارة شخصية عشان تعرف شو فيها الوكالة الثقة جيدة نسعد بأن نرجع لكم في الاستشارات سواء القانونية أو حتى الاجتماعية لكم دور كبير ولكم أثر كبير في المجتمع وسعيدين بأن أثركم ليس مقتصر على حدود مكاتبكم ملحوظ كلكم كل الضيوف اللي كانوا معنا أثرهم ملحوظ في المجتمع وهذا شيء يسعدنا بالتأكيد أستاذة لما نحن أقول لك أننا كمحامين لما يؤمن الشخص على عرضه وماله وروحه فهذا شرف المهنة أن نحن الوحيدين اللي نؤتمن على روح الإنسان وعرضه وماله يعني أمانة هذا أنا أتكلم من واقع اللي نحن عايشين أتمنى أن الثقة تبقى طبيعا للجميع ولكن هناك استثناء من هذه الثقة بكل قاعدة استثناء بالتأكيد دعنا نرجع للموضوع التوكيلات ذكرتي في ثنايا الحديث وفي أول محور وأنا مركز معات موضوع توكيلات المحامين أنا ما أعرف شو عن توكيلات المحامين ممكن توضحيه شو كنت تقصدين في بعض الأحيان يضطر الأشخاص أنهم يوكلون محامين لسبب ما إما لأن القانون أو المحكمة أو النيابة تطلب منهم أنهم غصبا عنهم يوكلون محامين لأنهم غير قادرين على إبداء الدفوع أو الدفاع عن أنفسهم سواء كانت قضايا جزائية أو كانت قضايا مدنية لعدم علمهم بالقانون أو لجهلهم لإجراءات المحاكمات فيضطرون أنهم يوكلون ناس من أهل خبرة وليهم المحامين طبعا في دولة الإمارات اشترط القانون في الجنايات في الجنايات التي تكون عقوبتها من عشر سنوات وفوق أو القضايا التي عقوبتها تكون العدام وجود محامي ضروري وإجباري يحضر عن المتهم توكل الدولة على حسابها للدفاع عن المتهم وفي قضايا ثانية مدنية وتجارية هنا الشخص إذا ما قدر يدافع عن نفسه أو ما يفقه بإجراءات المحكمة فهنا وجود المحامي ضروري أستاذ جاسم تتعلق عن نقطة نفسه ووضع توكيلات المحامي هنا يمكن مثل ما قالت في بعض القضايا الجناية مثل القضايا التي عقوبتها المؤبد والإعدام يجب أن يوكل للمتهم محامي يجب يجب أن يكون قادر على الدفاع المحكمة والحكومة توفر لمحامي في هذه القضايا المقصود عدم قادرة على الدفاع الدفاع الإمكانيات الإمكانيات نعم ليس الدفوعات القانونية لا الإمكانيات المادية تسأل المحكمة قادرة أن تتوكل محامي إذا قال لا المحكمة تنتجب له محامي هذا فقط في أي قضايا سجلاتك؟ في قضايا الجنائية في الجنايات التي عقوبتها المؤبد والإعدام طيب لو فرضنا في شخص ما عنده القدرة وما وكل محامي واتضح أمام القاضي بأن الرجل ممكن يكون بريء لكن ما عنده القدرة أن يبرأ نفسه هل تدخل محكمة تدخل الدولة؟ المحكمة لا تنظر للدعوة إلا أن تنتدب لمحامي أي نوع من أنواع الدعوة؟ الدعاوة التي قلت لك عقوبتها المابج والإعدام طيب غيرها؟ غير ما يحتاج حتى لو عنده محامي أو ما عنده محامي يطلب من القاضي ما طلباتك في الدعوة؟ يقول له والله البراءة التخفيفة فالقاضي هو المحامي الأول للمتهم ليس المحامي هنا أنا كنت بضيفي شوي أستاذ أن القاضي إذا شاف أن المتهم بريء لا يحتاج لمحامي براءة القاضي هو بمجرد ما يشوف الأوراق ويشوف أنه فيه براءة يحكم له دون محامي دون محامي المحامي الأول هو القاضي للمتهم جميل جداً أما في القضايا المدنية والتجارية فهنا الشخص يكون مخير يحضر بنفسه وجدام القاضي ويقدم اللي يقدر عليه ويدافع عن نفسه أو أنه يكون هو مدعي يطالب بحقه وإلا المحكمة لا تلزمه أنه يوكل محامي أو أنه بشخصة يوكل محامي في الدعاوة المدنية القاضي ما يصير هو المحامي للمتهم لذلك يعني إذا أنت قدمت شيء قدمت طلب والطرف الثاني ما قدم رد ولا طلب شيء فالقاضي ملزم أنه يحكم بهذا ولو كان هناك دفع يمكن أن يدفع الطرف الثاني ويلغي هذا الدفع فإذا ما طلب الطرف الثاني فالقاضي لا يتدخل من تلقاء نفسه ليحكم بالدعوة هناك نصيحة نوجهها بعد للناس الذي يرى نفسه لا يستطيع أو لا يفهم كيف يكمل في القضية يوكل له محامي أفضل له وإذا إمكانياته المادية لا تسمح له يروح يأخذ استشار على الأقل يروح يلس مع مستشار قانوني ويفهمه كيف إجراءات القضية يتمشي ويوديه للأوراق والمستشار القانوني يعني يأخذ لأتعاب استشارة فقط وما خاب من استشارة وما خاب من استشارة نحن بعد كم حلقة نفتح البرنامج مباشر ويمكن أن نأخذ بعض الاستشارات على هوا مباشرة نحن نعطي أي وقت في أي موعد تحددون أن نكون استشارات مجانية حلقات استشارة عامة جميل جميل إذا كم الله خير أريد أن أعود إلى بعض النقاط لكن الاستطلاع كذلك مهم جميل أن نستمع إلى آراء الناس الاستطلاع التالي كان السؤال فيه كيف تحمي نفسك عند عمل التوكيل لشخص ما ماذا قال الجمهور؟ نستمع إليه لما يكون التوكيل ما يكون شامل يكون محدد ويكون للناس موتوقين بيهم نفس الأخ الأخت الوالد الوالدة فنظن بهذه الطريقة بس الواحد يحمي نفسه بالتوكيل يعني التوكيل العام دائما بيكون مضر وبيكون خاصة للناس الغير موتوقين بيكون ضار جدا لو هو توكيل عام فأنا كده بأملكه في كل حاجة تخصني يعني كل أملكة تخصني لكن لو أنا عايز أوكل مثلا محامي أوكله على قد القضية المعينة اللي أنا عايزه يترافع عني فيه ببيع سيارة أعمل توكيل على بيع السيارة بس أتأكد من البنود اللي موجودة في التوكيل التوكيل لازم أول شيء يكون الشخص موثوق فيه بدي أعطيه توكيل لازم التوكيل يكون محدد بالشي اللي بدي يوكله فيه فقط يعني ما يكون توكيل عام بالنسبة للتوكيل أول شي بدي يكون الشخص الثاني اللي بدي يوكله بيكون موثوق فيه هاي بالدرجة الأولى وكمان إنه موضوع الشروط والأحكام يتكون يعني مطلع عليها أنا بالشكل الكامل بالله بنسبة للتوكيل الشخصي يعني بفضل إنه أنا أراجع محامي لأنه المرجع الوحيدي اللي ممكن يدلك شو الإجراءات اللازمة إنه تحمي نفسك يعني بالنسبة للتوكيل إذا الإنسان أحب يوكل إنسان بأي مجال الأفضل إنه يكون التوكيل مسمى إنه هو توكيل في هذا المجال فقط إن أنا أختار شخص موثوق فيه وإن أنا يبقى معي حد خبير قانوني إنه هو يبقى عارف القانون أكتر مني لأنه أكيد أنا مش خبير قانوني وما أقدرش والقانون لا يحمل مغفلين يعني هاي دي الفكرة أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام لا أخفيكم سرا بأن الحوار فيه أثناء الفاصل وأثناء الاستطلاة حوار شائق جدا كنت أتمنى أن تطلعوا على بعض يعني مما يجري أثناء الاستطلاة وأثناء الفاصل عدنا فاصل علاني آخر بنتابعه وبنرجع إن شاء الله استكمال الحوار أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام في برنامج ماخابة من السشار كما هي العادة في الدقائق الأخيرة من البرنامج نعرض لكم نتيجة استطلاع رأي أجرينا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي على تويتر وإنستغرام وفيسبوك وغيرها طرحنا سؤالين السؤال الأول يقول هل تستشير القانونيين قبل منح الوكالة للآخرين؟ والسؤال الثاني التوكير الخاص هل يبيح تنفيذ جميع أنواع المعاملات نيابة عن الموكل؟ سألنا هذه الأسئلة حتى نستطلع ثقافة الجمهور كانت النتائج كالتالية الإجابة على السؤال الأول هل تستشير القانونيين قبل منح الوكالة للآخرين؟ كانت 43% نعم و57% لا أكثر من نصف ما يستشيرون قانونيين أو محامين في موضوع الوكالة أبغي وكالة وكلت هل هناك دلالة لهذه النسبة؟ والله أنا أقول لك حمو بالـ 43% وـ 57% أنا أقول لك 90% لا يستشيرون المحامين في التوكير خصيصا في الأمور التجارية يا أخوان قبل أن تعمل وكالة لأي شخص أجنبي وأنت مواطن كشركة يا أخي استشير ادفع من جيبك بعض المبالغ البسيطة حتى تحمي نفسك من مبالغ كبيرة وخصيصا نتكلم عن الأمور التجارية الشركات وهذه الأمور الأخرى يا أخي ما بتخسر شيء وكثير من المحامين ممكن يعطيك الاستشارة مجانة إذا جيت تأتيه وتقول له أنا أبغي أعمل كذا وخصيصا أنت مواطن ورايح وابحث عن المحامين المواطنين مجردين وللأمانة هذا نشاهد نحن نقدم برامج إذاعية مفتوحة تأتينا اتصالات منكم من زملائكم كثيرة مستعدين نقدم استشارة مجانية في كثير من الأحيان فأقول لك هذا 90% ما يستشيرون ويمكن 10% يستشيرون لأنه عندهم وعي لذلك نبغي ننشر وعي أنا أبغي أضيف نقطة وأعتقد بأنها أدهى وأمر أستاذة كوثر بعض من يستشيرون يستشير طباع في مكتب طباعة أو يستشير شخص عنده عقود إجاري خلصها في البلدية وغيرها على اعتبار أنه عنده خبرة هذه مصيبة أعتقد أدهى وأمر المصيبة أنه حتى الطباعين يكتبون له مذكرات دفاعية يعني هنا المصيبة أنه ليس بس يستشير لا يروح يأخذ من عنده ويكون هو المحامي المعتمد مرت عليكم من هذه الحالات وائد حالات يومياً يومياً كلما ييني واحد يكون بعد ما طاح الفاس مثل ما نقول في الرأس ييني يا أستاذ الحقينا خلاص انحكم عليه يا أستاذ حكموا عليّ كذا كذا طيب ليش شو اللي صاير وانت كيف كنت تحضر الجلسات وكيف والله كان الطباع يكتب لي أنا أقول له وهو يطبع لي ويكتب لي مذكرات وخلص وأنا سير المحكمة أقدم أنا ما عف شو أقدم ما عف شو بس هو يقول لي أنت قدم 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 ويمشي الموضوع وهذا اللي صاير يعني أراد أن يوفر فخسر كل شيء بالضبط مثل ما قال لأستاذ جاسم ادفع القليل لتحفظ الكثير لكن هذه ثقافة ليست موجودة أنا أخبرك عن واقع واحد من الأشخاص اللي يعني أعرفهم فصار عنده موضوع وكان علاقته معي يستشيرني وكذا وفصار خلاف بسيط من طرفه ومش من طرفي صار عليه دعوة بمبلغ حوالي 12 مليون عن طريق أحد البنوك راح جاب له من هؤلاء المستشارين اللي بعطيه خمسة الاف ستة الاف يكتب لي وصار يكتب له ويروح ويكتب له وروح خسر الدعوة وألزم بـ 14 مليون درهم هذا لما رجعنا على الأوراق وشفناها شفنا واحد قصور يعني أنا لحد الآن مستغرب من الحكم ولكن مثل ما قلت القاضي لا يحكم إلا بناء على ما يطلبه الخصوم ما يقدر يحكم من نفسه ويقول لا والله أنت طلبت كذا ولكن هذا فيه دفع لأنه ما دفع هذا الدفع فهذه الأمور أنا أقول لا تستهين في الأمور القانونية اللي ستؤثر مستقبلاً في حياتك طيب نحن بنرجع الآن أو في الدقائق الأخيرة نبغي نتكلم في تجاه النصائح والتوجهات بعد ذلك سؤالي جدت أستاذ كوثر نحن أحياناً لما نستشار في موضوع إذني يتعورني وين يحدث على طول الناس تقول فلان وفلان أفضل أطباء الأنف وإذن حنجرة في المكان فلاني في شيء من هذه الاستشارات نقدمها للناس فيما يتعلق بتوكيل المحامين نعم نحن حين ما شاء الله يعني الإعلام ليس مقصر معنا عنا تويتر عنا الإنستغرام عنا الإذاعة عنا التلفزيون وفي المحكمة فيه موقع ممكن تطلع على المحامين اللي موجودين هذا موجود موجود يعني محاكم دبي عنده إذا بتدخل على موقع المحكمة فيه لستة محامين موجودين يعني ما لا يقل أتوقعاً 300-450 ما عارف العدد بالضبط لكن فيه لستة موجودة بأرقام الهواتف بالفاكسات بالإيميلات كله متوفر عندك تويتر ما شاء الله المحامين مش مقصرين فيه كل المحامين تقريباً إذا ما خبضني عندهم حسابات فيها وممكن بسؤال واحدة طرشة 50 ألف واحد يرد علي ويعطيني اسم محامي لا خبرة أو تجربة معه تويتر يعني استشير الناس تقصدين ممكن استشير الناس وممكن استشير الناس وأسألهم إذا فيه محامي يقدر يخدمني في نوعية القضية هاي ممكن ألجأ له أنا أقول لك يعني فيه محامين متخصصين بهذه القضايا دائماً أنت يوم تبحث وتشوف الشخص الذي يجعل نفس دعاية ممكن يخدعك في شيء إذا تبغي تبحث ابحث عن أشخاص تكلموا عنهم آخرين مثل مع بعض السادة استشير الناس استشير الناس ليش ليش هذا الشخص ودخل الآن أنت تدخل على جوجل تكتب إذا قالوا لك أصوك في محامي ابحث عن حسن ياقوب فيعطوك عن حسن ياقوب والناس كانت باعراءها فيه والناس تجاربها فكل واحد الناس يهداء الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول الناس يهداء الميت حتى قال واجبت له الجنة ووجبت له النار من شهادة الناس فكيف في الدنيا لذلك أنا أنصح أنك تستشير وتوكل محامي في حالة الحاجة وأنصح أن لا تقوم بمجرد أنك أنت تكون كفير رخصة وخصيصاً في مؤسسة أنك تحصل على عشر تلاف أو حتى مئة ألف سنوياً وتعمل وكالة لأنه في يوم الأيام اللي عطاك العشر سنوات هذه المليون ممكن تدفعها أضعاف مضاعفة يمكن تدمر أسرة وتدمر عائلة وتدمر مجتمع فانتبهوا من الوكالات وانتبهوا من الأجانب المواطن موجود أنت لما تعمل وكالة لمواطن موجود ثاني شيء حتى التصرف لما نتكلم عن وكالة الزوجة وكالة الزوج لو تصرفت الزوجة فانت عندك الحق أنها هي إذا كان تصرفت بتصرف باعت عنك عقار المال وين لازم يروح هي وكيلة فإذا أخذت المال دخلت خيان تمانا لذلك أنت أي تصرف بيصير من هؤلاء الأشخاص ما بيكون إلا في المال وبتستطيع أن تترجع أموالك لذلك الثقة يجب أن تبقى في العائلة في محيط العائلة في محيط المجتمع الوطني نحن كلنا كمواطنين الحمد لله كلنا يخشى على الآخر لذلك لا نفقد الثقة بنا ولكن أن لا تعطي الثقة الكاملة اللي أجنبي مقابل حفنة أموال أو أشياء بسيطة تنخدع فيها عشان يستطيع أن يسلبك كل ما تستطيع نصيحة 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 أو توكيل خاص نحن مالنا من العنوان نحن لنا بالمحتوى اقرأوا الوكالات ما تنص عليها أنا إذا حاب أبيع لي مثلا عقار معين فأنا ليش أسوي له توكيل عام خلنا بنقول من العنوان اللي يكون معنون فيه المعنون فيه الوكالة خلنا نقرأ الحيثيات شو فيه نقرأ هذا توكيل شو أني أبيع وأشتري وسوي طب أنا أبغي أبيع عقار ليش أدخل فيه عقد قرض يعني ممكن يحقل للموكل أنه يبيع ويشتري ويستخرج قرض ويفتح حسابات في البنوك فهذه أنا لم أحتاج أنها أصلا في بيع العقار أنا أريد أبيع عقار اقرأوا أنا بس أقول حق الجمهور كنصيحة أخيرة اقرأوا الوكالات واقرأوا ليس الوكالات اقرأوا كل شيء قبل أن توقعوا عني شكرا أستاذك أوثر عفودي ما قصرتي الله يسلم شكرا أستاذ جاسم ما قصرت تشرفنا اليوم أن نكون في هذه الحلقة مخابم الاستشار وفعلا نحن نحن محتاجين أن نوعي المجتمع لأن هذه أمانة نحن حملنا لها فلذلك يجب أن نصل بما نحن نعرفه وصوتنا يصل للجميع انتبهوا من الوكالة شكرا أستاذ جاسم شكرا جزيلا مشاهدين الكرام الشكر في الختام لكم على حسن المتابعة وعلى كرم الإصغاء وعلى كرم المتابعة الدقيقة لهذا البرنامج وحقيقة أنا من أكثر مستمتعين بحلقة هذا اليوم وأذكركم بأننا كنا في حلقة هذا اليوم نحلق بجناحين الثقة والحرص وصدق من قال ما خاب من استشار إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر